اشتركوا في القناة اجمالي مساحتهم اكتر من 320 الف فدين وهيعيش فيها اكتر من 30 مليون نسمة وكمان هيخلقوا اكتر من 2 مليون فرصة عمل وده اللي هنشوفه معاكو في الفترة الجاية من خلال لوكيشن مع افتتاح المرحلة الاولى من المدن الزكية وهنبدأ حلقتنا كمان النهاردة مع ديفي الاستاذ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال بشركة اورنج يعني انا برحب بحضرتك جدا يا باشفان الله خليك يا فن مرسي جدا لا استاذ هشام خلينا نتكلم عن مدن الجيل الرابع والمدن الزكية اللي احنا بنشوفها دلوقتي تمام طيب خلينا اول نقول ايه هي المدينة الزكية المدينة الزكية اللي هي بتقدم خدمات زكية للمواطنين خدمات الزكية من اول ما بدخل المدينة ازاي ان انا تبقى عندي بوابات زكية ازاي ان انا عندي يبقى transportation system زكي ازاي ان انا يبقى عندي النهاردة اشارات مرور زكية وفيها كاميرايات تعرف العربيات دي راح فيين وجاي من دين ومين اللي داخل ومين اللي خارج ازاي ان انا النهاردة يبقى عندي عواميد نهارة زكية بدلا من عمود النور النهاردة عشان اغير اللمبة بتاعته لازم اناور كل الشارع الصبح عشان اغير اغير عمود اللمبة لا طبعا لا هو بينور مع اللي ماشي ايه بزمت كده بينور مع اللي ماشي ازاي انهاردة لو فيه اي عطل في اي حاجة يدي notification للمركز اللي بيدير هذه المدينة يعرفوا فيها انهي العطل فين ازاي انهاردة لو انا موجود في البيت كل اليوتيتز بتاعتي من غاز من كهربا من مياه ازاي انه انا قدر انه اعرف استهلاكي عمل ازاي ازاي انه انا تجي لي notifications لو انا استهلاكي عدت حاجة ما حاجة معينة ازاي انهاردة انه اقدر ادفع كمان استهلاكي من خلال بقى credit cards ومن خلال mobile wallet ازاي انهاردة يبقى فيه نظام راي زكي في المدينة ما يبقاش فيه waste في المياه ازاي انهاردة اقدر ان انا اقدم خدمات parking زكية انهاردة ان انا جاي لي ضيف انهاردة ضيف ده بدل من انهاردة بقى اكلم السيكوريتي واقول له live فلان داخل وفلان خارج وايك استني بره نص ساعة بزبط كده ازاي انهاردة ابعت له qr code من على ال application بتاع المدينة الزكية دي انهاردة هو داخل بيسكان qr code وبيدخل بيبقى عارف هو مين اللي داخل ومين اللي خارج فالحقيقة المدينة الزكية هي بتقدم خدمات زكية لكل الناس وكمان في waste management زي انهاردة ال waste بتاع انهاردة بتاعت الزبالة دي زي انهاردة تبقى تدي notification لو هي مليانة ضبط لو هي ملت فبالتالي بدل ما بتاع الزبالة بيعدي على كل البيوت وكل الشوارع يبقى عارف هو رايح فين فيعني الحقيقة ما يتعبش الضبط ما يتعبش لأ وكان يبقى فيه efficiency فالنهاردة انا ممكن فيه resources كتيرة ممكن اكون اعمل لها يوتر ايديشنا في اماكن في اماكن تانية فالتكنولوجي النهاردة الحقيقة بتساعد المدن وبتساعد المطورين العقرين انهم كمان يقدموا خدمات غير اللي كانت موجودة قبل كده خالص فبالتالي بتديهم كمان competitive edge على ناس تانية في حاجات اماكن تانية and so forth فالحقيقة خدمات المدن الزكية هي خدمات هتزيد جدا جدا في الفترة اللي جاية سواء بقى خدمات كمان مدن زكية فيها افراد قاطنين او كمان شركات ومؤسسات ازاي النهاردة برضو ان انا كشركة ابقى عارف مين الجس اللي جايين عندي والجس اللي جايين عندي ده برضو من خلال ال qr code اللي انا ببعته له ليه access في اماكن معينة ما قدرش يمشي في اماكن تانية ازاي النهاردة غرفة الاجتماعات تبقى معمول لها booking في معايد معين فقبل المعايد ده التكييف يشتغل النور ينور وبعد المعايد بتاع الميتنج ده تطفي التكييف لوحده والنور يطفي لوحده بالتالي الحقيقة الموضوع كبير جدا ولكن احنا الحقيقة بنحاول على قد من قدر ان احنا نجيب كل الخبرات دي سواء الخبرات دي من جوا مصر او الخبرات كان من خارج مصر ان احنا نعمل مدن زكية نعمل منزل زكي اللي هو ال home automation ونعمل كمان مكتب زكي اللي هو ال office automation طب الخدمات الزكية اللي احنا سمعناها دلوقت دي طعم بنتخيلها يعني مع بعض كده هل ده حصل فجأة الخدمات الزكية دي ظهرت بالمستوى ده ولا عدت على مراحل لا طبعا عدت على مراحل اكيد عدت على مراحل وبعدهين كمان الاحتياج لها اليومين دي زادت جدا النهاردة في زي ما حددك شايفة كده في العاصمة الادارات الجديدة معمولة على احدث مستوى العالمين الجديدة ويعني بصراحة النهاردة الدولة كمان دخلة في مشاريع تطوير عقاري كبيرة جدا فالاحتياج للخدمات الزكية فيها احتياج اساسي يعني ابراج العالمين دي كلها لازم تكون سمارت عشان نقدر ان احنا يعني نمانج الابراج الابراج لا بالضبط وزي ان احنا نقدر نحافظ على مستوى الخدمات اللي احنا بنقدم هناك والنهاردة طبعا الناس كلها بالنسبة لها ده انفستمنت فالنهاردة ان احنا بنقدم خدمات زكية ونحافظ عليها كمان بيسيكيور الانفستمنت اللي الناس عاملها في هذه المدنة الزكية طب ايه هي ابرز المحطات اللي عدت عليها الخدمات الزكية والله انحنا احنا كنا في الاول خدمات بيسيك زي ان احنا نقدم انترنت في البيت وهو اخره ده كان خدمات فيبر يعني كان VIBRE وا نقدم فيها انترنت في البيت النهاردة بقى فيه انترنت وبقى فيه تلفين وبقى فيه تلفزيون النهاردة بقى فيه سمارت جيتس النهاردة بقى فيه حاجة اسمها iPS ده ازاي انه It's a smart transportation system هذي كنت يماشي النهاردة على المحن فريضο في كاميرا بتنور كده كاميرا بتنور دي في باركود على العربية بتبقى عارفة حضريةك ماشية دلوقتي على المحور نهاردة لو حضريةك نهاردة مرفوض الكاميرا دي كمان بتديه مخالفة بس يا فندم بتنور دي تديه مخالفات ولكن نهاردة لو أنت نهاردة مرفوض كاميرا زي دي نهاردة لو حضريةك مثلا عربيتك رقصتها منتهية تدي نوتيفيكيشن لأقرب نقطة مرور حضريةك هتعدي عليها أن العربية اللي سقيها فلانية فلانية مش متجدد رقصتها فبالتالي يتم استقاف حضرتك ويتم تحرير مخالفة حضرتك يعني نقدر نقول أن الخدمات الزكية دي هتتعمم على المستوى المدن كلها أو المناطق القديمة كمان كلها بنبدأ بالمناطق الجديدة الجديدة الأول ومع الوقت بقى بنحاول نطور الأماكن القديمة نهاردة كل المنتجعات اللي موجودة نهاردة في مصر فيه كومباونت كتيرة ما فيهاش فايبر فالنهاردة المنتجعات دي بتحاول تطور من نفسها تبدأ بالبنية التحتية وبعد ما نعمل بنية التحتية بنخش بقى بعد كده على الخدمات الزكية طب الخدمات الزكية دي تكلفتها عالية؟ والله يا موجود تكون خدمات زكية تكلفتها عالية في الأول ولكن على اللونج تورم بتوفى لحدك في حاكي تيجد نهاردة مثلا فور اكزامبل نهاردة لما نعمل عمدة إنارة زكية هتوفر لي استهلاك الطاقة على المدى الطويل نهاردة لما نعمل نظام رأي زكي هوفر لي على المدى الطويل مية ووايه ووايه الأخوة فبالتالي وممكن يكون النهاردة استثمار والاستثمار كبير ولكن على المدى الطويل بيوفر بصراحة يعني دلوقتي تكلفنا شوية صغيرين بس هتوفر لنا قدام طبعا مبالغ كبير بالضبط بالضبط فهو ده الحقيقة يعني الكنسبت اللي احنا نهارده جايين به وانحنا بنحاول ان احنا نطبقه في مصر وكمان بنحاول ان احنا نهارده من خلال شركات مع مطورين عقاريين كبار في مصر ان احنا نقدم الخدمات دي وكمان بنحاول نجيب خبرات من برا ان احنا كمان عندنا طبقنا خدمات المدرون الزكادي في بعض البلاد العربية ان احنا عندنا في بعض البلاد العربية نحاول نستفيد من الخبرات دي ان احنا نجيبها مصر هل ممكن في فترة قليلة الخدمات الزكية دي تتطور اكتر؟ اكيد يعني النهارده باي تايم مع كمان الفايف جي هيبقى الموضوع مختلف تماما كمان عن كده يعني النهارده مع الفايف جي اللي بيقولوا عليها بقى الانترنت أوف تينجز او انترنت الاشياء زي الكلام الحاجات دي كلها بقى هيتم ارتباطها ببعض وزي بقى فيه خدمات انترنت اسرع بكتير جدا 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 وزي ان خدمات كمان التليفاجين بقى كواليتي تفايتها احسن من كده يعني النهارده فيه في 4K كميديا النهارده بقى فيه 8K ميديا فالنهارده كمان كل ده محتاج خدمات انترنت فايفة السرعة احسن نقدر ان احنا نوصل للمشاهد الميديا كواليتي اللي هو حاجب انه يتفرج عليها طيب خلينا نتكلم بالاخصة عن العاصمة الادرية جديدة وعايز اعرف برضو انتوا هتعملوا ايه في العاصمة الادرية جديدة والله احنا العاصمة الادرية الجديدة احنا نرحمل ده رب العالمين السندي اخدنا مشروع كبير جدا في العاصمة الادرية الجديدة ده هو مشروع الديتا سنتر والديتا سنتر ده اول حاجة هيتم استضافتها عليه هو مركز ادارة العاصمة الادرية في الحقيقة هو بالكامل بالكامل هو المركز ده هو اللي هيتم الاستضافة عليه الخدمة دي اللي من خلالها بقى العاصمة ان شاء الله تقدم خدمات ذكية للخاطرين فيها سواء افراد سواء شركات وده لحقيقة مشروع يمكن اكبر مشروع ديتا سنتر في الميلي في الميليست كله واحنا اخدناه من ناحية من اول الديزاين ازاي تصميم الديتا سنتر وتنفيزه وكمان ادارته يعني انتوا هتنفزوه وهديروه كمان في نفس الوقت بالضبط طيب خليني اسألك سؤال مهم جدا يعني هل في صعوبات بتقابلكو خلال التنفيز لفترة دي والله طبعا في حاجات يعني من احد الصعوبات هي عموما في خدمات الميليست الذكية عموما هي الانفرستركتر او البنية البنية التحتية ازاي ان البنية التحتية تبقى البنية التحتية تقدر ان هي تاكموديت او تستضيف الخدمات الذكية اللي احنا بنحاول نقدمها جوه المدن النهاردة في مدن كتير جدا في مصر النهاردة ما فيهاش فايبر مصر عشان عادة تبدأي تعمل الفايبر ده يعني كتير درين رضا تبني فايبر تحفر في الارض والاخره فهي يعني لازم يكون في بنية تحتية قوية عشان قاعدة ان انا نقدم خدمات ذكية جوه المدن طب خلينا سألك ايه رأيك في خدمات التريبل بلاي تريبل بلاي خدمات مميزة جدا احنا نحن حقيقة اورنج احد الشركات احنا كنا من اول الشركات اذا ما كناش اول شركة في مصر بلقدم خدمات تريبل بلاي دينا اكتر من عشر سنين في الكتاع العقاري طبعا دينا اكتر من عشر سنين وعندنا حصة سوقية يمكن اكبر حصة سوقية موجودة في مصر وعندنا مدن كتيرة احنا النهاردة بنقدم فيها الخدمات التريبل بلاي اولها الجونة وشركات يعني وعندنا تعاقدات مع مطورين عقاريين كبيرة كبيرة جدا احنا بنقدم لهم خدمات التريبل بلاي للقاطنين جوه المنتجعات من خدمات سواء خدمات انترنت خدمات تليفون وكمان خدمات تلي تي في وان شاء الله خلال الاسابيع يبقى فيه كمان مش بقى تريبل بلاي الكواتر بلاي ده يبقى فيه كمان خدمات تليفون ليقدر اطلع بها برا المنتجع ان انا كمان اكلم اي تليفون تاني في مصر الدولة بتسعيدك ازاي في المشروع؟ والله الحقيقة يعني الدولة بتسعيدنا جامد في المشروع الحقيقة يعني لكل القائمين معنا في المشروع صراحة ناس يعني أهل فعلا لأن هم يديروا المشروع زي ده بكل أمانة والحقيقة السكيلسات أو اللي قدر أقول عليها السكيلس بتاعة الناس اللي من نهاردة موجودين معنا متطور حاجة صراحة يعني فاري أدفانس بصراحة فالحقيقة مديننا كل الصلاحيات بيساعدونا جدا بيديونا مكان نحن نقدر أن نشتغل منه بيساعدونا في الديزاين في الحقيقة الناس بصراحة مديننا كل السابورت يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن أنا شخصيا من كتر ما أنا بروح العاصمة الإدارية والمدن الجديدة إن شاء الله إحنا هنروح وننقلها للمشاهدين أكتر متشوكة جدا أن أنا أشوف ده على أرض الواقع وني أشوف إن شاء الله السنة الجاية بالحقيقة أنا كنت لسه في المنطقة الحكومية قريب حاجة مبهرة بكل أمانة يعني حاجة مبهرة أنا بشكر حضرتك جدا وإن شاء الله نشوفك تاني قريب بإذن الله إن شاء الله مرسي جدا مشاهدين هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول أهلا بيكم مرة تانية مشاهدين هنتكلم في فقرتنا دي عن أنظمة وتصميمات المدن الزكية معدي في المهندس فؤاد زايد نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع المدن الزكية والطاقة الرقمية يعني أنا برحب بيك جدا معي النهاردة في لوكيشن أهلا وسهلا يا فهند بيك خلينا في الأول كهن نتكلم عن رؤيتك إيه أو وجهة نظرك إيه للمدن الزكية والله المدن الزكية موضوعه كبير جدا ومحتاج يتبسط عشان الناس تبقى فهمها أكتر المدن الزكية بتنقسم لنحيتين ناحية ليه علاقة بالناس اللي هي مسؤولة عن المدن نفسها وتشغيل المدن وصيانة المدن والناحية التانية الناس اللي هحتسكن في المدن دي نفسها اللي هو إحنا السكان بتوع المدن إزاي نستفيد من المدينة الزكية دي وهنا بيدان الاختلافات بتاعة الناس من ناحية التشغيل بيبقى ليهم متطلبات معينة في المدينة الزكية عشان أعرف أخذ منها البيانات اللي أنا محتاجها أعرف إزاي أن أنا أعمل الصيانة بتاعتي بطريقة أحسن أخذ معلومات عن المدينة دي تساعدني أكتر في أن أنا أشغل المدينة بطريقة أكثر كفاءة من ناحية كفاءة استخدام الطاقة أو كفاءة استخدام الموارد نفسها الموارد المائية أو كل الموارد دي من ناحية التشغيل والصيانة من ناحية التانية الناس بتبقى متوقعة أنه أنا عايز أعيش في المدينة الزكية فأنا عايز حياتي تبقى أسهل أعرف أن أنا أبقى اقتصادي أكتر في مصرفاتي أبقى عارف إزاي أن أنا عيش جوا المدينة دي بطريقة أكثر حضارية من ناحية مثلا المواصلات أبقى عارف بالضبط معيد المواصلات إمتى من ناحية المياة واستهلاك الكهرباء أعرف إزاي أن حياتي تبقى كلها زي ما نقول تحت السيطرة أو under control وده بيجي من المدن الزكية بالقطاعين المختلفين من التشغيل والصيانة أو من الحياة اليومية بتاعة الناس اللي عايشة في المدينة نقدر نقول كده أن كل ده هيتحاول لرقمي؟ كل ده هيتحاول لرقمي وكل الموضوع كبير جدا فمنفعش مرة واحدة نقول أن المدينة دي بقت زكية ده لازم يكون لها تخطيط وتصميم من بدري ولازم يكون فيه من الأول خالص يكون فيه الدولة نفسها مشجعة للتوجوة ده سواء في المدن الكبيرة أو فيه مع المطورين العقارين أن هم يبتدوا يطبقوا الأنظمة دي فكل حاجة مفوتة بها زكية في الآخر شنايدر هتعمل إيه في المدن الزكية؟ أو بتعمل إيه؟ شنايدر بتشتغل على المدن الزكية من القطاعين اللي كلمت عليهم سواء من القطاع التشغيل أو الصيانة بنشتغل مع شركات الكهرباء بنشتغل مع شركات المية بنشتغل مع المطورين العقاريين لتصميم المدن بتاعتهم بطريقة تكون عصرية أكتر وتتسم بأنها الطابع بتاع المدن الزكية ومن ناحية التانية بنشوف إيه الابليكيشنز أو التطبيقات اللي ممكن للمستخدمين بقى أو السكان يستخدموها عشان يعرفوا ويعيشوا بحياة أفضل بطريقة تواكب العصر اللي احنا ندخلين فيه من عصر الجيل الرابع إزاي باشمونز بتتعاملوا مع الدولة في المدن الزكية؟ الدولة طبعا بما إن فيه توجه من خيالات الدولة إن احنا نتاجي للمدن الزكية فمنلاقي إن احنا في كل القطاعات زي ما كنت بقول في القطاع الكهرباء مثلا اشتغلنا مع شركة الكهرباء لمراكز تحكم بتاع شبكة توزيع كلها بيتم تطورها في مصر دلوقتي وابتدين اخذنا أول مشروع وشغالين معاهم فيها الحقيقة فيه فكر جديد خالص في القطاع الكهرباء إزاي يطبقوا أو إزاي يحاولوا على الأرض إزاي الزي ده بيبتدي من يعني أنا بس مش عايزة بتكلم فنيات كتير عايزة أسمع يعني نبز صغير نبز صغيرة مثلا لو هنتكلم على شبكة الكهرباء لازم تكون الشبكة كلها مرتبطة ببعض من ناحية المعلوماتية مش من ناحية الشبكة الكهرباء إيه من ناحية أن المعلومات اللي طلعة من لوحات الكهرباء اللي موجودة في المدينة كلها إزاي تكون مربوطة ببعض فأقدر أخذ الحاجات دي على مركز تحكم والمركز دي حككم دي عندي كل البيانات المطلوبة اللي تقدر تخليني أسهل ده فده اشتغلنا فيه مع شركة الكهرباء طبعا مع شركات كتير وشركات العقارات المطورين العقاريين طبعا لو حكلم بقى المدن الزكية هي بتنقصم مدينة كبيرة برعاية الدولة أو المدن الصغيرة اللي بتبقى مسؤول عنها المطور العقاري فالمطور العقاري اللي نشتغل معاه من البداية خالص من أول نبتلي في الفكرة نفسها إزاي عايز يعمل مدينة زكية نبتلي في التصميمات بتاعته نشوف شبكة الكهرباء شكلها إيه إيه التطبيقات المطلوبة وفيه من المطورين العقاريين اللي نشغلين معاهم كويس جدا شركة تطوير مصر نعملين معاهم اتفاقية مع بعض إن احنا نشتغل إزاي نطور فيه المدينة بتاعتهم أو المشاريع بتاعتهم ليهم ثلاث مشاريع في مصر فاشتغلنا من بداية خالص يعني نقدر نقول إن حضرتك شغال العاصمة الإدارية والجلالة مع مطورين هناك والعالمين كمان تمام طبعا يعني فيه المطورين العقاريين موجودين في كل حتة سواء في العاصمة أو في التجمع الخامس هم نتكلم عن المدن الزكية مهي المطورين العقاريين موجودين حتى في المدن اللي هي مش عايز أقول مش زكية بس اللي هي لسه في البداية إن هي تبتطور الأساليب الذكية في التحكم ففي بعض المطورين اللي واغدين أراضي في التجمع الخامس مثلا عندهم الفكرة إنه هو ما ينفعش يبقى النهاردة بيبني مدينة زي ما كانت بتبني من عشر سنين هو بيبني مدينة هتخدم ناس لمدة تلاتين سنة قدام مع شوية تعدلات بيغيرها علشان يبقى قريب من المدن الزكية صح كده؟ وهو ده دورنا شنايدر نحن بنحاول نوصل للناس إيه الحاجات اللي مطلوبة إنها بتعمل وطبعا القصة تكلفتها مختلفة عن التكلفة بتاعت النعم المدينة عادية وده بيبقى دايما التحدي اللي موجود عند المطور العقاري وعند الشركات المنفذة إن إحنا إزاي نطبق الحاجات الذكية دي أو التطبيقات الذكية بطريقة بنسميها مرحلية بحيث إن العائد بتاعها يكون مواكب للاستثمارات بتاعت المطورين فما يحسش أو المطورين ما يحسوش إن فيه حمل كبير عليهم في الاستثمارات بتاعتهم قدام العائد اللي بيجي لهم من إن هم بيبيعوا أو بيشتغلوا في مدن الزكية إيه التحديات اللي بتقابلكوا وإنتوا بتنفذوا في مشروعات المدن الزكية الجديدة؟ أهم الصعوبات دي تاني هحاول أبسط الموضوع يعني المدينة الزكية بتبقى عبارة عن أنظمة مختلفة كتير ففي مثلا نظام نعم نشتغل على مدينة كبيرة يعني زي العاصمة الإدارية مثلا مدينة مهولة فالأنظمة دي يعني إيه الأنظمة الكتير يعني فيه نظام مثلا بتاع الري النظام بتاع الميا والصرف الصحي النظام بتاع الكهرباء لو في المباني الزكية مثلا فيه الأنظمة بتاعت التكييف والتبريد وكل الأنظمة المختلفة دي الأنظمة دي كلها بتبقى طبعا أنظمة مختلفة كل نظام شغال واحده على حد بيبقى مطلوب من الناس اللي بتشتغل على المدينة الذكية كلها وده التحدي الكبير إزاي نقدر نربط كل الأنظمة دي ببعض بطريقة متكملة بحيث أن ما فيش حاجة تقع في النص فده بيستلزم أو بيكون لازم يكون فيه تعاون ما بين كل الشركات المنفذة إن هي إزاي تتعاون مع بعض عشان توصل للحل الأسمة اللي هو أسمه المدينة الذكية وده أكبر تحدي إزاي نقدر نربط الأنظمة دي كلها مع بعض هل فيه جديدة هتقدموه في الملف ده؟ ولاش نقدر الالكتريك كل يوم بتقدم حاجة جديدة بتطور بتطور في القصة دي لأن هي دي التوجه في العالم كله وقدر أقول إن إحنا شركة فرنسية بنشغل في العالم كله في مصر هنا الأنظمة المطروحة والحاجات الموجودة ممكن تكون سابقة دول كبيرة في العالم ودول في العالم اللي بيسمون متقدم إحنا في مصر هنا التوجه ده مخلينا بنعمل حاجات ما تعملتش في أوروبا بنجري بسرعة جدا 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 فده خلى شنادر الالكتريك منها من الركزة في القصة دي بيبتدوا يعملوا استحوازات كتير جدا على شركات كتيرة بتشتغل على التطبيقات بتاعة السمارت سيتيز يعني آخر الشركة التي تم الاستحواز عليها ويمكن ده أول مرة نقول عنها شركة اسمها R.I.B شركة ألماني بتعمل برضو في المجال بتاع البناء والإنشاءات الشركة دي تم الاستحواز عليها من تقيبا شهرين عشان تكمل لنا المجال بتاع التطبيقات المسؤولة عن المدن الذكية تشايف أو توقعاتك إيه للسوق المصري يعني بعد افتتاح المدن الذكية احنا طبعا عارفين المرحلة الأولى هتفتتح السنة الجاية إن شاء الله السوق المصري هيتغير المتطلبات الناس نفسها هتتغير ونفتكر دايما وده أسهل مثال لنا الأول ما بطدينا نستخدم الموبايل أو الجهاز المحمول التليفون كان بسيط جدا مدوس على زرائب التصلي بدأ يخش ليه تطبيقات جديدة فبدأ الناس تشوف حاجات أكتر ده اللي حيبان في المدن الذكية إنه حيبقى فيه تطبيقات كتير جدا الناس هتحس إنه هي ممكن تعمل حاجات كتير وهي عايشة في المدينة أكتر من أنا بروح شغلي وارجع لا ده أنا ممكن أكون متصل بكل الناس وده اللي نقول بقى في تطبيقات المنازل الزكية أو السمارت هوم إنه أنا عايز بيتي يكلمني يعني كان زمان تطبيقات السمارت هوم أو السمارت هوم يعني ده كان إن انت البيت بتاعك عايز تحكم في التكيف تحكم في الستاير تحكم في الإضاءة بس انت اللي كنت بتحكم فيها الجديد في那个 data اللي ب Movie Data أو البيانات الضخمة إن انت عايز البيت اللي يكلمك فأنت عايز بيتك يقول لك خد بالك بقى لك كم يوم استهلاك الكهرباء عالي عن الطبيعي فهل في حاجة بايزة عندك هل اللي عاملة كده أو يروح مطلع لك ألارم يقول لك خد بالك السخان الكهرباء بقى يستخدم الكهرباء زيادة عن اللازم أو التكييف مثلاً انت مش موجود في البيت والتكييف ده شغال فيبتدي على الموبايل أو على جهاز المحل يجي لك فطالت تحكم فيه وطالت تطفيه ويضا يطلع لك بيانات شهرية استهلاكتك شكلها ايه وطبعاً التطبيقات دي نفسها على البيوت وعلى الشركات ونفس الطريقة على المدن لأنا عايز المدينة بتاعتي أحل البيانات بتاعتها ويشوفها الطبيعي بتاعها ايه ووصلنا لإيه لأننا لما أبتدي بقى أبنش مارك أو أوازن ما بين البيوت المختلفة والمباني المختلفة حالياً أن مبنى ده سبعة دوار مبنى إداري في عدد موظفين كذا والمبنى ده سبعة دوار نفس عدد موظفين طب هل استهلاكات الكهرباء ايه ايه؟ لو فيه فرق يبقى فيه حاجة غلط هبتدي أطور هبتدي أرجع بقى الاستثمارات بتاعتي دي في ناحية سيفنجز بقى أو توفير في الاستهلاكات بتاعتي توفير يعني أنا مش عارفة أقول لحضرتك ايه بس أنا بشكرك جداً على المعلومات المفيدة اللي أنت ديتها لنا النهاردة في الحلقة بجدد وبشكرك لوجودك معاين في لوكيشن يا رب نكون قلنا معلومات مفيدة النهاردة مشاهدينا هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني ونتكلم ونكمل كلامنا عن المدن الزكية خليكم معاين مكملين معاكم كلامنا عن المدن الزكية والجيل الرابع واللي هنبدأ نشوفها مفتوحة فعلاً السنة الجاية وده طبعاً هيفرق كتير جداً في السوق العقاري وده اللي هنعرفه مع دكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعيد والمنتدب لشركة تطوير مصري يعني أنا برحبك جداً يا دكتور وسعيدة أنك إنت معاين النهاردة أنا أسعد يا فني شكراً إن شاء الله يعني فكرتنا تبقى مسمرة وخلينا نبدأ كلامنا بمدن الجيل الرابع المدن الزكية عارفاً عند حضرتك كلام كتير قوي هتقوله لنا النهاردة طبعاً مدن الجيل الرابع دي يعني خطوة مهمة جداً في تاريخ التنمية العمرانية في مصر يمكن الدولة كان عندها الرؤية أن مصر محتاجة تدخل عصر المدن الزكية وعصر الحلول الزكية في التنمية العمرانية ومن هنا تم تخطيط وتصميم وتنفيذ عدد من مدن الجيل الرابع زي العاصمة الإدارية، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة إنها تكون مدن زكية وتكون مدن مستدامة طبعاً الموضوع ده بيفرق كتير قوي في أسلوب الحياة اللايف ستايل اللي هيبقى موجود في المدن دي الخدمات اللي ممكن المدن دي تقدمها القاتنيها إحنا زي ما شفنا السنة دي التحول ناحية الديجيطاليزيشن في كل حياتنا إزاي حصل وحصل بسرعة شديدة جداً نتيجة كوفيد ناينتين فالمدن دي استجابتها للتحولات دي بتبقى مختلفة قدرتها على تقديم خدمات متميزة للعمل بتاعتها بتبقى مختلفة الديتا اللي بتتوفر بتبقى مختلفة الأهم كمان إن رغم إن الاستثمار في المدن الزكية ممكن بيبقى أعلى في المراحل الأولانية إنما هو بيساعد كتير في تحقيق وفر في تشغيل المدينة لأن إحنا لما بنستثمر في الحلول دي أغلب الدراسات بتقول إن الاستثمار في الحلول الزكية ممكن يوفر في تكلفة تشغيل المدينة ما يقرب من 30% ليه؟ لأن الحلول الزكية بتساعد على ترشيد استخدام كل الريسورس مين ليه أهم ريسورس في العالم دلوقتي هي الطاقة والمية الحلول الزكية بتساعد على ترشيد استخدام الطاقة بتساعد على ترشيد استخدام المية بمعنى إيه؟ إن الحاجات دي ما بتشتغلش غير فوقت الحاجة لها ممكن تفتكري زمان كنا دايما نقول ايه اعمدت الانارة في الشوارع من وراء الصبح لا ده احنا وصلنا في المدن الزكية ان اعمدت الانارة بتشتغل لما حد يعدي في الشارع ولما الشارع يبقى فاضي بتطفي او يشتغل عدد اقل اوتوماتيك الشبكات المية وشبكات الري وكل دي بتشتغل بتوقيتات محددة فما فيش هدر لا في المية ولا في الكهرباء وده معناه وفر كبير في التجهيل طبعا دي يعني امثلة بسيطة عشان يبقى الموضوع قريب للمشاهد ولكن موضوع الحلول الزكية بيمتد الى كل التفاصيل اللي بتمس حياة الناس في بيوتها يعني مثلا التطبيقات بتصل ان احنا مثلا كشركة بنصل ان عندنا application للعميل عليه كل حاجة يقدر يدفع منه عداد المية وعداد الكهرباء يكنترول الادوات اللي في البيت يتحكم في كل الحاجات اللي هو بيستعملها وصلت التقنيات مثلا من التقنيات المهمة garbage collection مثلا تجميع القمامة البنز بتاع تجميع القمامة بتبقى smart فبالتالي بتدي اشارة لما تتملي عشان العربية تيجي تفضيها عشان العربية ما تجيش على الفاضي وتكون البن فاضية فيبقى ده كده استهلاك للطاقة على الفاضي تفاصيل دي كلها بالابس اللي بتقدي خدمات للمواطنين الناس تقدر تعرف الترافيك في المدينة بسهولة جدا من على الاب بتاعه قبل ما يتحرك من بيته كل المعلومات اللي هو محتاجها بتبقى متوفرة فدي نقلة زي ما قلت في تاريخ التنمية العمرانية في مصر وانا بعتبرها من اهم الاحداث اللي احنا هنشوفها في 2021 كقطاع عقاري واللي هيكون لها تأثير ايجابي جدا لان التنوع في اماكن المدن الزكية يعني عندنا العاصمة الادارية تجاه الشرق عندنا العالمين الجديدة في الساحل عندنا الجلالة في منطقة الجلالة والعين السخنة ده هيعمل انتعاشة حتى في هذه المدن لان بدء الحياة زي ما حدق قلت هتبتدي في المدن دي السنة الجاية فده هيعمل انتعاشة في المنطقة دي وهيوري الناس يعني ايه مدن زكية ويعني ايه ان دي حاجة ممكن تأثر في حياتهم وتفرق فيها فاعتقد دي هتبقى نقطة مهمة وتحول رئيسي في التنمية العمرانية في مصر وتحول رئيسي في نشواط القطاع العقاري السنة الجاية ان شاء الله هتأثر على القطاع العقاري؟ طبعا انا شايف تأثير ايجابي جدا اولا بدء الحياة في اي مدينة جديدة بيعمل تفرة في المدينة دي وتفرة في الاماكن المحيطة بيها يعني العاصمة الادارية التأثير هيمتد للتجمع وهيمتد للمستقبل سيتي وهيمتد لكل المنطقة المحيطة بيها لعالمين نفس الحكاية الساحل الشمالي كله الجلالة المدن دي هتفرق هتخلي فيه نشاط اكتر للقطاع العقاري اقبال اكتر من الناس على الشراء لان المدن بقت حقيقة هيبقى فيه حركة الناس هتبتدي تتحرك مثلا من القاهرة الجديدة العاصمة الادارية بصورة اكتر هتبتدي تشوف ايه المشروعات اللي موجودة الحركة دي هتشجع على تنمية اسرع وهتساعد في زيادة معدلات التنمية العمرانية اللي بتحصل في المناطق دي كلها طيب خلينا يا دكتور نتكلم عن مدينة مدينة مثلا العاصمة الادارية نشرح منها جزء الجلالة العالمين اكيد لك رؤية طبعا بصي العاصمة الادارية يعني انا بحب اوي فكرة العاصمة القاهرة كايرو كابتل ليه؟ لان العاصمة الادارية ما اقدرش انزور لها باستقلال عن القاهرة العاصمة الادارية هتبقى مركز المال والاعمال هيحصل انتقال للشركات الرئيسية البنوك الحكومة مقرات الحكومة مقر الرئاسة البرلمان كل الاجهزة الحكومية الكبيرة وسط البلد كل ده هيروح العاصمة الادارية فبالتالي العاصمة هتبقى مركز جديد للحياة الحكومية وحياة البزنس وحياة قطاع المال والاعمال وده نقطة جذب قوية جدا هتساعد ان العاصمة تحصل فيها معدلات تنموية سريعة جدا يمكن نكون ما شفنهاش في اي مدينة قبل كده الرادي احنا شايفين ده بالزبط احنا شفناه في التنمية بس هيحصل اكتر بقى في التشغيل مجرد ما الحاجات دي اشتغلت هنلاقي معدلات تنمية سريعة جدا زي مثلا ما شفنا الست اكتوبر والقاهرة الجديدة بعد وجود الجماعات الجماعات فرقت كتير جدا هتوفر فرص عمل كتير طبعا فتخالي بقى ان مقرات الحكومة كلها موجودة شركات كبيرة سفرات هيخلي مستوى التنمية يمشي بسرعة كبيرة جدا في العاصمة الادارية ده غير ان المخطط بتاعها معمول على اعلى مستوى من التناغم بين المساحات الخضرة والمناطق العمرانية المختلفة فمشروع فخر لنا ان هو يبقى موجود وابتديت بكلمة كايرو كابيتل ليه لان العاصمة الادارية هتتيح للقاهرة القديمة انها تتنفس من جديد صحيح القاهرة القديمة بوسط البلد بمنطقة الوزرات هتقلل الزحمة شوي خلاص ده الزحمة ده فيه مشروع رائع هيتعمل لتغيير وجه القاهرة القديمة واعادته الى وجهه الاصلي مدينة سياحية ثقافية الناس تستمتع بجمال شوارعها بالتمشية في وسط البلد بالمتاحف بالفنادق اللي موجودة ببعض برضو مقرات البزنس اللي هتفضل موجودة على الكورنيش ومثلث مسبيرو والمشروع الضخم اللي بيتامن هناك فالحاصمة الإدارية هي نقلة للمقرات الحكومية ونقلة للقاهرة القديمة حريك بتشرح كده وانا متخائلة نفسي وانا متمشى في وسط البلد والدنيا رائعة كلنا لما بنسافر برا من أحل أنا شخصيا من أحل الحاجات اللي بحب أعملها في أي مدينة كبيرة ان انا اروح الـ Old Town بتاعي اروح المدينة القديمة بتاعي هاتمشى في الشوارع وسط البلد الدايقة كلام ده كله مختفي عندنا شوية في تخالي بقى وسط البلد مع الأزهر مع الحسين مع التناغم ده كله هيبقى عندنا لوحة جميلة العاصمة الإدارية بتتيح هذه الفرصة لإعادة إحياء القاهرة من أول وجديد ودي على فكرة هي الفكرة الرئيسية وراء المشروع الضخم ده كله ان احنا نعمل مقر جديد يساهم في تحقيق تنمية كبيرة في شرق القاهرة ونوجد حياة برفاهية جوة القاهرة القديمة فدي أول مدينة العالمين الجديدة العالمين بتتميز من وجهة نظري بتنوع القاعدة الاقتصادية اللي فيها العالمين فيها أكتر من خمس قواعد اقتصادية متنوعة ما بين سياحة وما بين زراعة وما بين صناعة وما بين إسكان وما بين مال وأعمال ومقر للحكومة مقر صيفي للحكومة فالعالمين فيها كل مقاومات النجاح موقع عالمي أنا بعتبر أن العاصمة الإدارية والعالمين هيلعبوا دور القاهرة واسكندرية القديم فهيبقى دي المراكز الجديدة اللي بتخفض ضغطة عن المراكز القديمة فالعالمين هيبقى لها دور كبير مع اسكندرية في تنمية الساحل الشمالي الغربي أعتقد العالمين هتلعب دور كمان مهم قوي إن معدلات الزيادة السكانية في مصر في الفترة اللي جاية يعني التوقعات بتقول إن إحنا عشرين اتنين وخمسين في المتوسط هنبقى حوالي مية وتمانين مليون نسمة فالرقم دا كبير يعني إحنا عندنا المؤشرات بتقول من مية وستين لمية وتمانين حسب معدلات النمو فإحنا عندنا من ستين لتمانين مليون نسمة محتاجين نستوعبهم في مناطق جديدة العالمين منطقة جذب على الساحل الشمالي الغربي مربوط من أول زايد وسفينكس وتوسعات زايد وأكتوبر لغاية العالمين دا محور تنموي غربي المفروض إن هو يستوعب جزء أكبر من الزيادة السكانية لأن الشرق خلاص الشرق بنوصل لقناة السويس وسينة طبعا بالمشروعات اللي فيها الغرب اللي فيه مساحة كبيرة فالعالمين لها دور كبير في تنمية الساحل الشمالي الغربي ككل وتنمية الزهير الصحراوي طبعا التخطيط والبحيرات والمساحات الحلوة والأبراج المود الجديد اللي العالمين والعاصمة الإدارية عملوه في مصر هم حسسونا بإننا انتقلنا لمصاف الدول الحديثة اللي بتعمل تنمية عمرانية حديثة وفي نفس الوقت بتحافظ على النسيج العمراني القديم اللي هو في القاهرة وفي اسكندرية وفي المودن دي ما بتضمروش المدينة التالتة بقى هي المدينة الحلمة من وجهة نظر وانا طبعا هبقى متحيز قوي للجلالة رغم ان احنا كشركة عندنا مشاريع في كل الاماكن دي بس الجلالة حلم الجلالة من اول شق الطريق اللي ربط بطريق السخنة بطريق الغردقة وتفادى الكورنيش طبيعة سحرة عارق لما تطلعي فوق على ارتفاع 700-800 متر فوق سطح البحر وتشوفي المنظر من فوق قد ايه بديع درجة الحرارة اقل مدينة الجلالة بمنتجع الجلالة بجبال الجلالة بالمنطقة اللي احنا عندنا فيها مشروع المنتج جلالة في نفس المكان لا ده قصة تانية خالص تجربة عالمية اعتقد ان المدينة دي ان شاء الله هتبقى مقصد سياحي عالمي مش بس على قد مصر هيجي لها الناس من كل حتة لان المدينة برضو فيها تنوع في القاعدة الاقتصادية معمول فيها سياحة على مستوى عالي طب على مستوى عالي خدمات طبية خدمات تعليمية على مستوى عالي جامعة الجلالة فاعتقد ان مدينة الجلالة بموقعها بامكانياتها المخطط بتاعها مراعي ان كل الحدود بتاعة الهضبة تبقى مناطق سياحية بتبص على تحت وجود منتجة الجلالة تحت وجود المشروعات القطاع الخاصة اللي موجودة تحت بتتكامل مع المدينة وبتقدم صورة مختلفة وبنحلم كمان ان زي ما فيه مارينة دولية في منتجة الجلالة ان احنا نعمل مراين اكتر بكامل الوجهة انا واحد من الناس بحلم ان انا شوف الجلالة زي نيس وكان ان فيه منطقة مارينة كاملة بطول التلاتين كيلو اللي هي وجهة العين السخنة على البحر كل الشركات تبقى عاملة مارينة قدامها ويبقى فيه مطاعم في المية وفنادق في المية دي كلها احلام بنحلم بيها ومشروعات مقدمة للدولة للدراسة بس المكان ده هيبقى ساحر دي الوجهة البحرية للعاصمة الادارية الوجهة البحرية القاهرة احنا على بعد تلات تربع ساعة من العاصمة الادارية في الجلالة على بعد ساعة وربع من القاهرة ده ممكن يبقى المرفق اليخوت الرسمي للعاصمة الادارية والقاهرة ممكن يبقى المكان اللي الناس يبتخرج بالليل ممكن يبقى فيرست هوم الجلالة هي خلاص المنطقة هناك ابتدأ ناس تسكن هناك وتيجي تشتغل في القاهرة وترجع فده تغير رئيسي في أسلوب الحياة في مصر طول عمرنا متعودين نشتغل في الوادي احنا الأول مرة بنشتغل على الجبال وعلى الهضاب وعلى المرتفعات وبنغير شكلها وبنعمل مشروعات غير عادية دي إضافة قوية لتاريخ الحضاري المصري في التعمير وفي البناء وإحنا أول ناس بتدينا نعمر ونبني كدولة كمصر من سبعة ألاف سنة فمدينة الجلالة ترجمة للهيستوري العظيم اللي عندنا احنا هنطلع حاجة بديعة فيها إن شاء الله يعني لأ أنا خدت بديعة بس هي يعني حريك بس أشرح وأنا عايشة معاك المكان الساحر فجي في بيلي بصراحة سؤال يعني أكيد المشاهدين هم عاديين بيتفرجوا علينا دلوقتي مش كلهم يعني فيه كتير فئة متوسطة أكيد بيحلام عايشوا معينا الحلم دلوقتي صح هيلقوا فرصة إن هم يعيشوا في المناطق الجديدة دي بأسعار محدودة أو أسعار مناسبة طبعا بصي كل مخططات هذه المدن سواء العاصمة الإدارية سواء العالمين سواء الجلالة هي مخططات متكملة فيها تنوع بين مستويات الإسكان المختلفة من أول مستويات الإسكان اللي الدولة بتعملها والدولة دلوقتي بتعمل لكل الشرايح سواء الإسكان الاجتماعي للمتوسط كي طمنا فيه كل الشرايح موجودة سواء الدولة وممكن كمان القطاع الخاص في المستقبل يبتدي يشتغل شوية للشرائح الإسكان المتوسط لأن دي أكثر استدامة تحجم عمل فلأ فيه فرص سكن في مخططات هذه المدن لكل الشرايح وده مهم جدا على فكرة يعني أنا بقى كأستاذ جامعي في التنمية العمرانية المدينة لازم تكون فيها تكون انكلوسيف يكون فيها كل فئات السكن ويكون فيها شريحة من المجتمع كاملة كروس سكشن كده كامل من المجتمع بكل قطاعاته بكل مواصفاته بكل مؤهلاته فكل التخطيط الحديث مبني على كده فكل المدن دي فيها ده في المخطط بتاعها الدولة عاملة خدمات توفي احتياجات كل الناس بكل المستوات كل حاجة هتظهر بس أعتقد في توقيتات مناسبة دايما انت في البداية بتحاولي تعملي بوزيشنينج للمدينة واتطلعي أقوى ما فيها عشان كده الدولة ابتدت بالأبراج الأبراج دي شغلانا صعبة جدا ومش تقلدية في مصر عملت عملت يمكن من الحاجات اللي دايما كنت بقولها للطلاب بتوعي في محاضرات التنمية العمرانية وتنمية المدن ان احنا عندنا مشكلة في مصر في المدن الجديدة ملاش هوية يعني انا لو لو حضرتك كده بغمي عنيكي وديتك 6 أكتوبر في مكان ما وفتحت عنيكي ممكن ما تعرفيش انت في 6 أكتوبر ولا في القاهرة الجديدة ولا في زايد ولا فين بالزب كلها شابها بعض لا المدن الجديدة الجيل الجديد مختلف العالمين ليها طابع العاصمة الإدارية ليها طابع الجلالة ليها طابع وده بيتكون من خلال وجود الهوية المصرية والهوية الدولية للعمارة اللي بقت موجودة عندنا بالإضافة إلى وجود فرص لكل شرائح السكان انها تبقى موجودة فيها وده اللي هيساعد على نجاح المدينة من غير ده المدينة مش هتنجح طب يا دكتور لو احنا عملنا ريبيو على 20-20 يعني ايه اكتر المحطات اهمية اه 20-20 دي سنة مهمة جدا لا لا دي سنة مهمة بصي 20-20 اعتقد بالنسبة لنا احنا في مصر طبعا بالنسبة للعالم سنة صعبة وبالنسبة لنا في مصر اكيد سنة صعبة ولكن طب بالنسبة لنا احنا القطاع العقاري هقول لحظة 20-20 اثبتت قدرة القطاع العقاري على الصمود يمكن احنا خدنا جولة قبل كده في التعويم وكان له تأثير كبير على القطاع وقدرنا نعديه بطريقة ايجابية السنة دي كان فيه تأثير في النص الاول حصل هدوء شديد لما النص التاني قدر يعوض هذا الهدوء واعتقد ان اغلب الشركات العقارية حققت مستهدفاتها سواء من البيع او من معدلات التنفيذ اللي في المواقع وده من وجهة نظري شيء ايجابي جدا بيؤكد قوة هذا القطاع في مصر ده قطاع لا يستهم به وبيمثل عمود رئيسي وركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد المصري والسنة دي اثبتت ده واثبتته بقوة وده اكيد كان له دور في قدرة مصر على انها تحافظ على معدلات نمو ايجابية رغم ان العالم كله دخل في معدلات النمو السلبية فانا بشوف ان السنة دي رغم صعوبتها بس انا مؤمن بالمثل ان اللي ما يكسرنيش بيقويني فالسنة دي قوتنا كقطاع عقاري قوتنا كدولة وكاقتصاد بقينا عارفين تعلمنا بقينا عارفين ازاي نتعامل مع هذه المواضيع فانا اعتقد ان السنة دي رغم كل التحديات هي سنة قوية جدا لنا كقطاع يمكن الحاجة السلبية اللي انا بشوفها مننا احنا برضو لمد فترات السداد لفترات طويلة وده موضوع عايز حلول لان ده فيه غياب لدور البنوك والتمويل العقاري وبيحمل عبقة اكتر على المطورين بيضعف دورة راس المال وقدرة الشركات على التوسع فبالتالي ممكن يبقى له تأثير سلبي على خطة الدولة دي الحاجة السلبية اللي انا شايفها عايزة تدخل من الدولة من البنك المركزي عايزة دعم في هذه الجزئية انما طب خلينا بقى يعني يا دكتور في اخر فكرتنا كده هقول لك جملة وتجاوبني عليها سريعا او تقول رأيك فيها ايه تمام نبدأ بتصدير العقار تصدير العقار ده موضوع احنا اتكلمنا فيه كتير قوي واشتغلنا فيه قليل قوي بس هو كان يعني محور عشرين عشرين هو محور بقاله اكتر من سنة للأسف السنة دي طبعا نتيجة الظروف يعني حتى كان فيه معارض دولية زي معرض ميبم كان في فرنسا تأجل للسنة الجاية وكنا طالعين كدولة وكمطورين وده من الحاجات المهمة بس هو هو موضوع تصدير العقار ليه بقول اشتغل كلمنا فيه كتير واشتغلنا قليل محتاجين عمل اكتر جدية في التسويق لمصر كدولة وكمطورين تهيئة القوانين والتشريعات لجذب سنديق الاستثمار الاجنبية احنا كمطورين نلعب دور اكتر في جذب المستثمية الاجنب لمصر توحيد معايير القياس الهندسية للوحدات وللمشروعات المواصفات نبتدي بقى نتوجه اكتر للوحدات المشطبة لانه هو ده اللي بيطلبه العميل اللي هيجي من برا في حاجات تانية بقى ممكن تحل مشاكل زي مثلا الجاليات العربية الكبيرة اللي في مصر دي نقدر نبيع لها عقار وخصوصا في ظل قانون الاقامة ده هيبقى مفيد محتاجين مجهود اكتر من الكلام عشان نحقق نتاج ايجابية لان فيه فرصة كبيرة جدا بمليارات الدولارات في هذا القطاع في تصدير العقار طيب لو هنتكلم على الجملة التانية التمويل العقاري الغائب الحاضر تمويل العقاري ازمة القطاع العقاري في التمويل العقاري التمويل العقاري مش موجود بالحجم المطلوب ما بيلعبش دور اضطر المطورين واحنا منهم اننا نوصل ل 12 سنة وارقام زي كده و 15 سنة وده كلام بيضعف زي ما قلت قدرتنا على التوسع بيضعف دورة عمل المشروعات بيضعف الملائة المالية للشركات وبالتالي خدي بالك هي خطة الدولة في التوسع العمراني من 7 الى 14% هتتحقق ازاي غير بالدولة وبالشركات فالشركات ما بقتش في قوتها الملأمة هتقدر تحقق ده فانا اعتقد ان التمويل العقاري لازم يبقى له حل يتوافق مع النموذج المصري نموذج احنا بنبيع حاجة اسمها off plan من الرسومات لازم من اللحظة الاولى يدخل التمويل العقاري معنا كطرف تالت يدفع للمطور مع تقدم العمل ويقصت للعميل على 10-15-20 زي ما العميل عايز كده ارضينا كل اطراف حققنا للمطور دورة رسمال سريعة ساعدته على الانجاز حققنا للمطور مدة تقصيد طويلة شغلنا فلوس كتيرة موجودة في البنوك ما بتشتغلش صحيح شركات البروكر انا مش علق انا دخل على دول البروكرز حبايبنا بصي البروكرز بقوا جزء رئيسي من منظومة التطوير العقاري بس خلينا نقول ان هما بقوا كتير كتير جدا محتاجين تنظيم ده اللي انا كنت عايزة اقوله برافو عليكي هما بقوا كتير جدا وبقوا بيمثلوا حجم كبير من مبيعات الشركات في المتوسط بقى يوصل لسبعين في المية من مبيعات الشركات عن طريق شركات البروكرز محتاجين تنظيم محتاجين فلترة والقطاع العقاري نفسه محتاج تنظيم فاعتقد الشركات العقارية وشركات البروكرز في حاجة الى اتحادات اتحاد المطورين اتحاد للبروكرز او اتحاد المطورين يطلع منه سيكشن للبروكرز خلينا نقول ان دي تالت حلقة بالناقش الموضوع ده اكيد الموضوع ده مفيش مطور هيجي يقعد معاكي مش هيتكلم فيه لأنه مطلب لنا سوق حجمه بالحجم الكبير ده وليمثل النسبة دي من الناتج القومي لازم يبقى له اتحاد بينظمه وبينظم العمل فيه نفس القصة بتنطبق على البروكرز لأن الموضوع ابتدى يبقى فعلا له مشاكل جانبية كبيرة تطوير مصر في 20-30 لا تطوير مصر في 20-30 ده الحلم بتاعنا احنا عمرنا 6 سنين دلوقتي والحمد لله قدرنا نحقق حاجات إيجابية كبيرة جدا في مشاريعنا الثلاثة يعني فوكا باي والمونت جلالة وبلوم فيلز بنحلم في 20-30 ان احنا نبقى لاعب إقليمي ودولي في التطوير العقاري والتنمية العمرانية بنحلم ان كل مشروعاتنا الغير سكنية واحنا عندنا مدارس دولية وعندنا جمعة دولية وعندنا مباني إدارية وتجارية وفنادق في مشاريعنا الثلاثة تكون شغالة ومتنفزة وبتقدم خدمات للعمل بتوعنا احنا حاليا عندنا أكتر من 8000 عميل في الثلاث مشروعات وهنوصل لعشرين ألف عميل باكتمال هذه المشروعات خدمات دي كلها تبقى شغالة وبتقدم لهم خدمة مميزة وبنحلم اننا نتوسع بقى في مشروعات إضافية جوة مصر يعني احنا في خططنا شيخ زايد طبعا وأكتوبر احنا مش موجودين في المنطقة دي لسه وتوسع تاني في الساحل لأن مشروعنا في الساحل الحمد لله سلمنا أجزاء منه وشغلناها ونجح وsold out فعايزين حاجة تانية فنبقى جزء من تنفيذ الخطة العمرانية في مصر وإن شاء الله by that time مشروع المونت جلالة هيبقى مشروع عالمي قائم بذاته الناس بتجيله من كل حتة في العالم أنا هخلص واجه أشوف واحدة تنورين يعني دكتور أحمد أنا بشكرك جدا أنا كان نفسي أسألك حيات كتير أو أكمل معيك بس بصراحة الوقت خلص يعني وحلقتنا خلصت مع بعض كده أنا شاكر لحضرتك على أسئلتك وعلى الحوار الجميل بشكرك جدا وإن شاء الله قابلك تاني في حلقات جاي إن شاء الله شكرا لك مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة لكن مواضعنا لسه ما خلصتش استنونا لأسبوع الجاي وحلقة جديدة من لوكيشن